بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الأولى من المحاضرات اللي أنا حسجلها لمادة البايو واللي هي المحاضرة الرابعة المحاضرة الثالثة اللي هي تحكي عن موضوع القسامات وبالتحديد الميتوسس القسام اللي يطرق بالخلايا الجسمية فخلنا بدي نحكي عن الميتوسس حاول أشرح بطريقة مختلفة شوية انو احنا بالبداية راح نقلل حد شي وراح حسوي فد مخطط نقدار نفهم علي احنا شنو داي صير تمام فاحنا بدي اول صفحة اقل لنا بالبداية احنا حتش عن السل سايكل الدورة الخلوية A cell cycle is a series of events that take place in a cell as it grows and divides A cell spends most of its time in what is called interface and during this time it grows and replicates its chromosomes and prepares for cell division يعني شنو الدورة الخلوية هي مجموعة احداث تأخذ يعني اللي تحصل بالخلية من خلية التي تنقسم تنمو تنقسم الخلية 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 تقضي معظم وقتها بالانترفيس طورة الابتدائي and during this time it grows replicates its chromosomes and prepares for cell division فممكن هنا نقل لنا what events take place during interface it grows replicates its chromosomes and prepares for cell division وخلنا كتبهنا هذا سؤال الغير what events take place during interface enter enter phase جيد فعني عندي grows replicates its chromosomes prepares for cell division نسيت حضام تستفان جيد phases of cell cycle مراحل الدورة الخلوية اللي هي عندنا احنا G1 من 10 إلى 14 ساعة G1 S G2 M S من 3 إلى 6 ساعة G2 من 8 إلى 4 ساعة و M ساعة واحدة فعني عندي G1 S وال G2 اللي هنذني هنا G1 S و G2 ذني كل هن انترفيس بس الميوسيس هو مو انترفيس مو انترفيس The stage is in the cell cycle between one mitosis and the next يعني مراحل الدورة الخلوية بين الميتوسس والميتوسس البعدة اللي هنه G1 S و G2 نسميهن انترفيس جيد ف هست انه الأحدى الاشياء اللي صير بكل وحدي من ذنين مراحل G1 S G2 M بالG1 cell increases in size الخلية تزداد بالحجم والcellular contents duplicate والمحتويات الخلوية الضعف S لقلنا عنه DNA synthesis مزيل DNA replication وكل واحد من 46 كموسومي الضعف G2 عبارة عن تحضير للأم الميوسيس followed by cytokinesis اللي هو القسام الخلوي يعني cytoplasmy formation of two identical data cells يعني وتكوين خليتين بنات فإحنا الحد الآن شنو عدنا عدنا G1 cell increases in size, cell years, contents duplicate, S DNA replication كل واحد من 46 كروموسومي الضعف G2 cell prepares for cell division دعونا نثبت هذا الكلام مخطط أنا موت بعد ما ننسى زين رح أجي آني من أسوي رح أجي آني من أسوي المخطط رح أجي آني من أسوي المخطط بداية رح أرسم دائرة مشابهة للدائرة ما للسل ساكل زين رح أجي آرسم بنصها بعد دائرة هس أقول لكم ليش رح أجي هنا آني أقسم هاي الدائرة الخارجية إلى هذا كل قسم الحد هنا هذا عندي قسم صغير هاي اللي هنا أنا أكو قسم صغير عندي الباقي كل قسم وهذا قسم صغير ولا رح أجي أقسم هاي الدائرة الداخلية سوري رح أجي أقسم الدائرة الداخلية إلى بعض أقسام هذا قسم وهذا قسم وهذا قسم رح أقول إنه هذا كل هذا اللي ما ملون خلينا نشوف إنه لون لطيف أخضر أوكي الما ملون بالأخضر إنه إحنا قلنا الخلية تقضي معظم حياتها بالإنترفيس تمام نحن هذا موضوع متفقين عليها هسه إنه معظم حيات الخلية بالإنترفيس الما ملون بالأخضر هذا الخارجي هذا كله رح أسميه هنا أنا أجل لسهم أجل لسهم أكره الأسم بالبرنامج وأسمي إنترفيس شنو رح أقول عنه إنترفيس إنترفيس رح أقول عنه موست تايم يعني أكثر وقت هغير اللون هنا أنا أمد أكون دقيقة بمعلومتي إكسبت كانسر كل الخلايا تصف معظم موقتها بالإنترفيس مع عدل الخلايا السرطانية رح أجي هنا أنا أكتب النوب الأدي الفيز والأحداث اللي يصير بيهم رح أجي أكتب أول واحد جي ون الجي ون يأخذ أكبر وقت فأنا كتبته هنا أنا أكثر شي شكد يأخذ يأخذ من 10 إلى 14 ساعة شي الأحداث اللي يصير بي شي الأحداث اللي يصير بي هذا اللي يصير بي أنه قلنا موست of cells life معظم الوقت زين هي هو مكان ما التصنع ب organelles والبروتين يعني make organelles and proteins وشنو قلنا بعد الأشياء المهمة اللي نريد نعرف عنها increase in size increase precise و duplication duplicate لدينا duplication ما اللي يصير عدنا حتى نكون cellular components duplicate زين فرح أجر هنا ساهم صغير أجر هنا ساهم صغير متقطع بين duplicate وبين organelles شنو عندي الفيز اللي بعد الجي ون بعد الجي ون عندي ال S phase ال S phase اللي هو هنا صاير هذا S phase اللي هو synthesis يعني تصني شي صير عندي بال S phase الصير عندي الحدث الاهم عندي بال S phase اللي هو DNA rep DNA rep ما كم أجال أكتب replication فهو ذكروا DNA rep يعني في اثنين و شنو يعني شنو DNA rep يعني شنو محمد يعني من 23 pair إلى 46 pair هذا خلصات معلومات بس بقى نكتب شغلة وحدة اللي هي نكتب الوقت مات رح أجي أكتب وقت هنا رح أجي أكتب وقت هنا من 3 إلى 6 H يعني hour زعة يبقى يبقى عندي يبقى عندي وراء الشسمة طبعا لازم شوية يتعدل هذا رسم هج يصير دقيق يكون أكثر تمام preparing for M بقى عندي آني هنا الميتوسس ال M ميتوسس ماي توسس اللي هو قلنا عنه one hour قلنا الميتوسس ياخد من عندي ساعة واحدة و formation formation of two cells زين حد الآن هذا اللي كتبت من الرسم طبعا الرسم رح ينزل على القناة عندي بعد شنو عندي بعد هواية أشياء بالدرس وإحنا رح نمشي بدأ بالمحاضرة أنا حكت بين شوية شوية بس أريد أحرك الرسم هنا أنا عامد صايم عجال الباطمة رح نجي نكتب أنه أنه حرك هنا وشوية أزغر تمام زين عندي عندي أقفت شيء ما ذاكري اللي هو G0 phase مو قلنا لدينا G1 S G2 M أكو G0 G1 phase can be subdivided into a metabolically coescent phase G0 called restriction point يعني G0 دعو نكبر هذا القدم G0 أيضا نسمي restriction point restriction point يعني نقطة المنع أو نقطة الإيقاف فحجر من يما سهم وأكتب هنا RP restriction point زين major cell cycle transitions تشوفون أنا أدي هذا الرسم أنا أدي نقاط مع major cell cycles transitions يعني أنا أدي هنا نقول أدي هنا checkpoint بين G1 والS وأدي بين G2 والM checkpoint فأني هس راح أجي ثواني بس أجي نقطة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 يعني خنقول شوفوا خاف صايرة هي شنفة خاف صايرة مشكلة هنا الخلية تتوقف خاف صايرة مشكلة بأي وهدى من ذنين عمود ما يصير له سامح الله طفرات تيومر سرطان إلى آخره خلية تتوقف هنا وما تكمل تموت على الخلية أو تصلح أدي لسبندل أسامبلي أشيك بها الكروموسوم أتاشمنت سبندل يعني ال اشتركوا في القناة زين أني أعتذر شوية حوالت مكاني هسا المكان هدى هناك تجنصر المهم فجيوان اس جيوان والأكزت فرم جيوان الأكزت فرم ميتوس سبك الهي الالسيمبل بشكل زين ماذا سنرى هنا ؟ سنرى وراءها هذه السلسيكل لا يحدث هنا قلنا لازم اكو طريقة يتوقفن بها او هكذا سنرى ماذا هي الطرق التي يتوقفن بها من واذا صار مشكلة يوقفن سنرى بالسلايدات اللى بعدها ال deregulation of cell cycle من اللي يساعد علي على السلسيكل cyclins and cyclin-independent kinases CDKs يعني من اللي يسمى regulate للسلسيكل هنه cyclins اول واحدة وCDKs ثاني واحدة رجل ذنى شنو هسن يجي نعرف انه رجل الطريق رجل الطريق من اللي يسمى بفوسفوريزاتيشن زين cyclins and CDKs must be bound together to be active complex دكتورة احنا انا عموما فعاني شنو عدي عدي سايكلين لازم يتقلب لي بالCDK يشتغل ماذا يشتغل هذا يساوي لي وارك اكتف اوزين 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 ادي هسا الساكلينات مع الكلف اوزين يعني احنا قلنا الساكلين والسي دي كي من يسيطر علي الساكلين والسي دي كي هنا يسيطر علي على ذني G1SG2M فاحعرف انا كل فيز يا ساكلين ويسي دي كي يشتغلوا ايا انا احفظها بصاحة هاي الطريقة DEAAB4221 انو الدي هو للأول دي والفور للأول الاي والأي للثاني الثاني النوب للواحد بس انا مخلي ثاني هنا لانه الـ والـ 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 تمام DEAAB4221 حسنا احنا نجي نقراها جيد جيد جي 1 سايكلين يرتبط بيمان بCDK4 جي 1 سايكلين اللي هو سايكلين D يرتبط بCDK4 جي 1 سايكلين اللي هو سايكلين E و A يرتبط بCDK2 جي 2 M اللي هنه سايكلين A و B ترتبط بCDK1 ها يحفظ كيش ما يرحملها صراحة رح نجي هسه رح نجي هسه اللي هو رح نجي هسه نشوف ذني السايكلين CDK من يسويهن الانهبت يعني من يوقف الخافظات به المشكلة لانه هنه ما لازم دائما المشتغلات زين CDK is regulated by CDK Inhibitors مسيطر علي من قبل CDK Inhibitors The SIPCIP Family يعني عدنا الـ INK4AARF والسبكب INK4AARF والسبكب سبكب فاملي include جينز P21 P0A20 P0A50 They hold cell cycle in G1 phase malware by binding to one and activating CDK complexes P21 is activated by P53 هيا , P21 activated by P53 P53 triggered by DNA damage P27 is activated by transforming growth factor يعني هي الطريقة السهلة صراحة عمد شوية واحد يذكرها انذني انو زين الطيقة اللي عمد واحد يذكرها هو انو سوين هشكل أسوم P21 activated by P53 activated by DNA damage P27 by the growth factor هاي أول آية لعدنا الثانية عائلة اللي هي الك4ARF family 4AARF family includes P16 which binds to CDK4 and arrest cells in G1 هم G1 and P14ARF which prevents P53 degradation يعني نجي نقدر نجرسهم هنا نقول P14 هذا P14 ARF prevents degradation okay لدينا عائلتين Sipkip اللي هنذني ثلاثة بيها وال INC4AARF ما نسميها هاي صدقي يعني شبيهم هل سنحن نثبت هاي الأشياء عن رسم مالتنا وراح نكمل باقينا من السلايدات هذا رسم مالتنا شنو راح نضيف المعلومات بعد راح نضيف نعرف انو اكو هنانا فالشي اسمه G0 اللي همينا سميناه RP اكو هزين عرفنا انو انو G1 عنده Cycline E Cycline D و Cycline E ذلك اللي سيطر Cycline D و Cycline E ذلك عرفنا انو هنانا بين G1 وال S قدي هنانا Checkpoint هنزغر هاي حتى يصير مجال لكتب Checkpoint عرفت انو هنانا عندي عني عندي هنا Checkpoint اللي هي اول Checkpoint عندي First Checkpoint Checkpoint اش بيها هاي Checkpoint قلنا هاي عاد بيها CDK2 قلنا Cycline E يتصلي ب CDK2 وال Cycline D يتصلي ب CDK4 نزيل وعرفنا انو ذول انو وعرفنا في عدفة شغلة مهمة كنا عليها انو ذول انو عني اللي عندي ياهم هنانا اللي وقفان للخلية بجي وان هن جرسهم هنا ونكتبهم حتى ما ننساهم هنا SIP KIP Family هذان المعلومات اللي حد الان اني عرفت عندي عندي بال عندي بال S Phase C CDK Cycline EUA AUE Cycline A OE يتصل ب CDK2 زي وعندي بال G2M G2M Cycline B يتصل ب CDK1 اش قلنا بعد قلنا قلنا هاي 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 كلها يعني هاي 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 regulated by cdk 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 شنو شنو ب cdk cdk is always present يعني دامن موجود but inactive by default يعني هو دامن موجود بس ما يشتغل دامن موجود بس ما يشتغل default موجود يرادل هن هالنشون يتفاعلن cdk is activated is activated by cycling هنزغدها هاي الكتابة حتى شوي يصير ابتق مثل ما شفنا cdk لازم يتفاعل بساكلين cdk 2 تفاعل بساكلين e cdk 4 تفاعل بساكلين d وإلى آخره وقلنا ذاني كلهن يسيطر عليهم من قبل cdk family وال family الثانية اللي اسمها كلش غبي اللي هي inc a r f ممكن هتش يسمها بساكلين بساكلين cdk cdk بساكلين انها اهلانة انا ذاني لسيطان السيليكي حسا بقد ادنا اشياء بسيطة نظيفة للرسم الطريقة اللي قلت لكم اني احافظها بها d e a b 4 2 2 1 وانا مود نجر اسم صغيرة بس حتى ها تذكروها زين فهسا الملخص اللي ادنا الملخص اللي ادنا خنزغرها حتى يصعدنا مجال الملخص الملخص اللي ادنا من كل هذا الحاجي ادنا سيل فيزز بس من سيل فيزز اذا نشبيهن السيل فيززز مرحبا 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 با سيكلين سيكلين و cdk 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 هو هذا الملخص ابقى نحفظ ذني هذا حين زيكم بالقناة هناك نسخة ارتب من الدي اللي هي هاية اعتقد حنزل هاية كتابة ارتب لانشد تأكتبها على كيفية يعني هاية تشد الالخص مداعش رحالي زين ابقى بصراحة الحاجة كل السهل اقل لنا اقل لنا يعني عنهم مهم جينز that normally function to prevent malignancy يعني التورم اللي هنا ال P53 وال RB are called tumor suppressor genes الموقفات للورام mutations in P53 الطفرات P53 موجودة ب 50% من كل الأورام والخصاء وإذا ساعدنا طفرة وما عدنا P53 ساعدنا تطور الكنسر بطرق مختلف اسم الله عليكم عني هنا الProto-Onco genes اللي هن Normal growth factor genes that become Onco genes cancer causing ولا mutated تفهمني جهنان اللي هي هاية نقول Proto-Onco genes زائد mutation ش راح ينطيني هذا راح ينطيني Onco genes اللي هو cancer simulate growth simulate cell growth if turned on can cause cancer لأنه هو لما يشتغل زائد يبقى ساعدني قسام 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 وساعدني هواية cancer tumor suppressor genes inhibit cell division هذا tumor suppressor genes اللي حتشينا عنها قبل شوية ذني ذني منعا منعا خلية كافية تنقسم زائد واذا طفينا هنقوم الخلية هاية تنقسم وساعدنا cancer ساعدنا can cause cancer اللي هو P53 يعني هذا رسم دي قل لك يعني أنها DNA damage normal P53 والصلح ساعدنا انقسام الطبيعية abnormal وما الصلح ساعدنا cancer يعني بصراحة هذا رسم ما لدعي يعني ما شوف لدعي ولا أعتقد حيجي يعني لأنه ما يعني شو الغاية من عند اللي حافظ ذاك الكتابة حافظ هذا رسم ويعني هو امتحان الكتروني احنا ما حق صح الرسم رسم ما أعتقد المهم عدنا P53 DNA damage بالبداية بعد عدنا جاب للP53 protein P53 فق للP21 اللي هو WAF1 P21 وقف للخلية هال P21 جاب لCDK وال cyclones ثاني وقف للخلية بالG1 خلص هذة البساطة يعني الميتوسيس هذة نحن نجي نشوف الميتوسيس خطوات على السريع الفيديو طول عليكم مش قصار طولة بالله 40 دقيقة حصير يعني تقري ممكن 45 دقيقة صير طول الفيديو الشامل ونكمل الميتوسيس هو نعمل انقسامات من خلية واحدة تنقسم امو تنتج خليتيا genetically identical خليتيا مش شابهات جينيا تماما the M phase involves mitosis which is the process of cell division it is composed of pro phase metaphase anaphase telophase جين لpro phase nucleus disintegrates طول ابتدائي nuclear membrane breaks down spindle fibers appear nucleus disintegrates النواة تختفي nuclear membrane breaks down و الغشاء مالتها يختفي spindle fibers appear تطلع خيوط المغزل pro metaphase spindle fibers spindles خيوط المغزل تشلب بالكروماسومات ادي هذا عني كروماسوم رح يجي تشلب بالكروماسومات تكثف الكنتو ها منطقة اتصال بالكروماسومات كينوتكار is an area of chromosome on each side of sister chromatid هذا نسمي sister chromatid الاثنيا فالمنطقة التي تشلب بها الكينوتكور والذي هو بين أكثر بهذا الرسم المنطقة التي تشلب بها السبندول نسميها الكينوتكور متافيز الطور الاستوائي كروموسومs align at metaphysical plate يجنع صفحة الاستوائية انفيز centromere's divide والسيستر كروماتدز move to opposite طوال انفصالي centromere's divide اللي هني يعني يجن عني عندي مو كان ينهج شسائرات اثنين رح يجنين فاصلا صور هنا انا واحد وهنا انا واحد وهذا انا ادي اصلا الخلية الشبيرة فهذا قطب وهذا قطب زين هادي التلفاز طوال نهائي nuclear membrane reforms ترجع تتكون كروموسومs decondense وسبندل fibres disappear بالضبط عكسل بروفيز سيتو كينيسيز النوب is the division of cytoplasm to form new cells the stage actually begins in either anaphase or telephase يعني يبدي لا بالانaphase اللي هو القسام السيتو بلازمي but doesn't finish until after telophase ما يخلص الحد بعد telophase to separate two cells a ring of protein actin ring فاعدة الاكتين pinches the cytoplasm along and along a crease اللي اسم اللي cleavage furrow الشق يعني هذا هذا اللي cleavage furrow هنا ساعد دي شق this splits the cytoplasm equally between two cells يجياني عندي يجياني عندي يجياني عندي هنا الاكتين ring اللي هو ال contractal ring يجي يفصلي مثل اللي يقرس pinch يعني يقرس يعني شايفين 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 مرات من يقصون العجينة بالخيط يجي شوية بالخيط يضب علي هي ضب علي انه بوحدة تنقص نفس الشي هو هاي الفكرة من الساعتو كنيسس انه أنا حيجيني هنا الاكتين مثل يقرسها وبعدين نقسمها قسميا وهذا جائدنا الميتوسيس بقد اكو اسئلة اللي هي ناطيتني ياها الدكتورة why does mitosis happen حنزلكم ياها اسئلة واجوبة على القناة ما يرادلها شرح يعني يعكلها من الملزمة what is the difference between pro phase and tello phase what causes indigenous and exogenous DNA damage داخلي وخارجي if all cells have the same genes why do we have different characteristics شاء الله نكون ما قصرنا وياكم الرسم هذا والاسئلة شاء الله حينسلا على قناة التليجرام هسا الساعة 6 و 14 دقيقة اني بديت اشرح اكملت شرح خاشوف باش ساعة راح ينزل على اليوتيوب